يا جماعة الخير تجربة شخصية عندما يحزبني أمر مشكلة شميرة أحياناً نحن نشتغل ما الدنيا كلها شنهي دنيا ما هي دنيا دنيا كلها بشاكل وكلها شقة وكلها تعال يعني إنك كادح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه إن تكونوا تألمون فإنهم يعلمون كما تألمون هذه سيرة البشر لكن ترجون من الله ما لا يرجون ليش لأن نحن عندنا من فضل الله عز وجل أن أرانا نسكنا ومن نسكنا أننا نهدئ أنفسنا فمن الأمور التي نهدئ بها أنفسنا هو الاستغفار يقول ابن تيمية عندما يحزبني أمر أنا سمعت قرأتها له في سوق أو في مسألة أو في مشاكل لأنه كان عنده خصوم كثيرين كان يعني هو من جمجان يقول ألزم الاستغفار ألفاً تزيد أو تنقص يعني حسب العد ساعت حتى اللي عد يغلط يغلط لكنه ما أتغل عن ألف فيذهب الله ما بي أنا جربت هذا في حياتي العملية فعندما يجيني أمر مثلاً نبأ صاعق أو هم مقيم أجي ألزم نسبها الألف تأخذ ثلث ساعة تقريباً إذا أنت جات ثلث 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 نص تصوروا أكون أعرق وأكون تعبان لأنه في صدمة التلقي إحنا قلنا عنها بعد ذلك الغريب إنك إذا جاءتك المصيبة قاعد تشوف أوجه المصيبة الله يا كبره بيصير كذي وبيصير كذي وبيصير كذي ويبدأ المخ يشتغل في الوسواس الشيطان يعيدكم بالفقرة ويأمركم بالفحشاء يوصلك حياناً إلى الكفر والتفكير بالانتحار ما أن تنهي الألف إذا كنت جاداً حتى تبدأ تشوف أوجه الحل العقل يجب أن يعان لا يترك وحده في ظلمة الفكرة وفي ظلمة الأزمة يجب أن يعان ومن فضل الله عز وجل أن أعانه بهذا المد تشبك فيه تشبك تشبك شون نشبك هنا تشبك في النت تشبك في الكهرباء حتى تشب تشبك فيه الوائرات وائرات الذكر فتهدأ وتسكن ويبدأ العقل اللي كان يضرب يمين وشمال مثل خرطوم المطافي يبدأ يرك